موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألان وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وعينت مشاهدين الكرام الكثير من المنشورات وأيضا التغريدات خول الكثير من المواضيع والقضايا والأحداث التي كانت رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية والتي كتب عنها الكثير من الإعلاميين والكثير أيضا من الناشطين على حوائطهم سواء في فيسبوك أو تويتر على أهم موضوعين مشاهدين الكرام لهذه الحلقة وهو الصور الأخيرة التي انتشرت للإعلامي المذيع صدام حسن وهو أحد مذيعي قناة اليمن الفضائية انتشرت له صورة وهو يبيع القات كي يعول أسرة نتيجة للأوضاع الكارتية التي أحلت بالبلاد وفي هذه الصورة وفي هذا الحدث وهذا الموضوع كان الكثير قد تفاعلوا معها بشكل كبير جدا وأيضا الموضوع الآخر وهو ارتفاع الأسعار أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك وأيضا استمرار الطوابير الطويلة الموجودة الآن في المحطات أمام في العاصمة الصنعاء وفي الكثير من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أيضا ارتفاع الأسعار في عموم محافظات الجمهورية لا يقتصر ذلك فقط على المحافظات القابعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فقط وإنما حتى على المناطق التي تم تحريرها سنتابع الكثير مشاهدين الكرام لكن بعد هذا الفاصل القصير تكرماني بقومانا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على المدن في العام 2014 واقتحمت مؤسسات الدولة ونهبت موارد البلد وصدرت من رواتب الموظفين في أغلب المؤسسات وفي عموم المؤسسات الخكومية وأيضا سعت إلى السيطرة على الوظائف وكذلك جعلها خاصة بأتباعها ومشرفيها وبأيضا العناصر التابعين لها حال الكثيرين تحول من حال حسن ومن حال ممتاز إلى حال سيء وكارثي بسبب هذه الجماعة الإرهابية التي أرادت وتريد أن تجعل من أبناء الشعب اليمن يتدورون جواعا يبحثون عن أقوات يومهم صورة مؤخرا انتشرت للمذيع في قناة اليمن الفضائية القناة الرسمية المذيع صدام حسن مذيع معروف ومشهور أيضا يعني كان في الماضي مذيعا لنشرة الأخبار أصبح حاله اليوم في أحد أسواق القاتب محافظة الحديدة يبيع قاتا وأيضا بحثا عن مصدر رزقه وبحثا عن ما يعول به أسرة نتيجة لأن الجماعة الخوثية قطعت من راتبه وحاله كحال الكثيرين من أبناء الشعب اليمني حاله كحال الكثيرين من موظفي الدولة في الكثير من القطاعات في الكثير أيضا من المؤسسات الحكومية هذه الصورة اعتبرها الكثير من الناشطين مشاهدين الكرام بأنها انعكاس للأوضاع السيئة التي وصل إليها حال المواطن التي وصل إليها حال الموظف التي وصل إليها البلد نتيجة لإفتعال الجماعة الخوثية لهذه الحرب العبثية التي أكلت الأخضراء واليابس سنتناول مشاهدين الكرام أول منشور لنا في هذه الحلقة منير الحارقة تحدث حول هذا الموضوع وقال حرموه من راتبة فأجبرته الظروف الصعبة إلى مزاولة بيع القاتل لعالة أسرته ترك صدام حسن المذيع في قناة اليمن استوديو الأخبار مجبرا ولجأ إلى العمل بائعا للقاتل في أحد يسواق صنعه كم قصصا صادفتها لمبدعين اختاروا مهنا أخرى من أجل لقمة العيش أما عصام الأحمدي فكان له رأي حول هذه الصورة وحول موضوع الزميل صدام حسن الإعلام اليمني والمذيع بقناة اليمن الرسمية صاحب الخامة الصوتية الجميلة والحضور البهي صدام حسن يتحول إلى بائع للقاتل بعد عبث الميليشيا شمالا وجنوبا بمقدرات الدولة وفساد الشرعية والمحسوبية التي تسيطر على مؤسساتها الصورية المليئة بالوساطات والفوضى إذن هي أرى متعددة للكثير من الناشطين الذين أبدوا استياء أن واسع نتيجة للحال الذي وصل إليه الإعلامي والموظف وأيضا الذي كان حاله لا بأس به في الماضي واليوم أصبح حاله سيئا للغاية واليوم يمتهنون مهنا بسيطا ولا عيب في ذلك ولا خجل وإنما هو الوضع الكارثي الذي حول حياة الكثيرين إلى هذا الشكل وإلى يعني باحثين عن مصادر رزقهم ولو حتى ببيع أشياء بسيطة المهم أن تقضي الحاجة أبو وائل مشاهدين الكرام المرحب أيضا كان له رأي حيث كتب وقال ابن تهام لأعلام صدام خسن من مذيع مشهور ومتألق على شاشة قناة اليمن إلى مقوتي بسوق القات بعد قطع رواتبه وعمل وتوجه إلى المقوات لإعالة أسرته الشغل مش عيب العيب هو قهر الرجال والله المستعان نختتم الموضوع لأول مشاهدين الكرام برأي لمحمد مارش حال المذيع في قناة اليمن صدام حسن في دولة الحوثيين إذن مشاهدين الكرام حال الزميل صدام حسن هو كحال الكثيرين من أبناء الشعب اليمني الذي قطعت رواتبهم منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على المدن بقوة السلاح وجعلت من موارد الدولة خاصة بهم وبمشروعهم وبأيضا تمويل حربهم والعبثية الوظائف اختارتها فقط لأتباعها ولمن يؤمنون بفكرها ولمن يدينون بالولاء المطلق لها ولجماعتها ولقياداتها ولفكرها الضلامي والضلالي أما من عارض أما من اختلف معهم فإنه يصبح حاله كحال الزميل صدام حسن يصبح حاله مرميجا في البيت في الشارع في السوق يبحث عن مصدر للرزق لإعالة أسرته إذن مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو حديث الناس خلال الساعات الماضية بل خلال الأيام الماضية الأسعار المشتقات النفطية تزامن معها ارتفاع في المقابل في أسعار المواد الغذائية وبشكل جنوني يأتي هذا تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك لو ربطنا قليلا في الماضي كيف كان أبناء الشعب اليمني يعيشونه وكيف اليوم يستقبلونه وكأنه لم يأتي يعني كان في الماضي يستقبلون الشهر الكريم من قبل قدومه بأشهر بفرحة باستعداد داخل المنزل بتوفير متطلبات رمضان اليوم أصبح الحال يعني صعبا وسيئا للغاية نتيجة للظروف السيئة التي فرضها واقع الحال والتي فرضتها الجماعة الخوثية نتيجة لانقطاع المرتبات نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية أيضا في أسعار المشتقات النفطية التي أصبحت أسعارها خيالية يعني لكم أن تتخيلوا أن سعر الدب البترول تجاوز 40 ألف ريال وصل سعرها إلى 50 دولارا سعر الدب البترول أو الأسطوانة أو الأسطوانة 20 لتر وصل سعرها لأكثر من 50 دولارا وتباع في السوق السوداء أمام مرأة ومسمع من الجماعة الخوثية التي تدير هذه الأسواق وتشرف عليها وتدر عليها أموالا طائلة مشاهدين الكرام سنبدأ بأول منشور عن هذا الموضوع وعن سعي جماعة الخوثي للظهور ظهور إعلاميا للمبادرة قامت بيعني رعايتها توفير باصات لنقل المواطنين خرج العديد في المقابل من الناشطين والعديد من الإعلامين ردوا عليهم بهذه الخطوة التي يسعون لتلميع أنفسهم أمام وسائل الإعلام ووجهوا لهم عدة رسائل ووجهوا أيضا عدة تساؤلات من ضمن الأسئلة أين هي المشتقات النفطية أيضا وفروا لنا المشتقات النفطية ولا نريد منكم لا جزاء ولا شكورة ولا نريد منكم أن توفروا لنا باصات لنقلنا ولا نريد أن تنقلوا عنا صورة بأننا أناس محتاجين أو أناس نبحث عن ما يسر أمورنا أو أمور حياتنا إذن سنبدأ بأول منشور مشاهدين الكرام للشيخ عبدالوهاب معوضة مشهد لم تعرفه اليمن والعاصمة صنعا بالتخديد إلا في عصر الميليشيات الكهنوتية والقادم أسوأ أما الناشط ماجد زايد فتحدث حول هذا الموضوع كتب على حائطه في الفيسبوك لا نريد باصات مجانية ولا نريد مخابز خيرية ولا نريد صدقات وزكوات نريد دولة مسؤولة توفر الخدمات وتضبط الأسعار وتراعي الحقوق والحريات نحن مواطنون ولسنا شخاتون أو متسولون لقد سئمنا حقا من طريقة الشفقة وإسقاط العفة المعيشية للمواطنين إذن مشاهدين الكرام هذه هي إذن مطالب الناس التي اختصرها ماجد زايد في بضع كلمات على حائطه في الفيسبوك الناس يريدون توفير الأشياء الأساسية والضرورية لا يريدون من أحد أن يتفضل عليهم بأربع أو خمسة أو عشر أو خمسين خافلة يعني موضوع في أحد الشوارع تنقل المواطنين وفر لي البترول وفر لي المشتقات النفطية بأنواعها خفض أسعارها ولا أريد منك شيء هذا هو مطلب المواطن اليمن اليوم داخل العاصمة الصنعاء وفي الكثير من المحافظات أيضا حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام عبد الناصر المملوح كتب وقال صورة للخارطة الخدمية التي قال رئيس الفصل الخوثي مهدي المشاط أنه أنجزها وجعلت الشعب اليمن الثالث عربيا في النعمة والنعيم أيضا هنا تغريدة أخرى مشاهدين الكرام لعلي الفقيه هذا خال الناس في صنعاء التي كانت يوما ما حاضرة اليمن وواجهتها وأقرب تجمعاتها السكانية سعيا للتمدن وأكثرها محاولة لذلك أما عبد السلام القيسي فتحدث خول هذه الصورة التي وصفت بالمأساوية وقال هذه تعني الحاجة والفاقة وعدم قدرة المواطن على دفع ثمن مشواره من الدائري للأصبحي وتوحي أن صاحب الباص لا يمكنه توفير ثمن لتر بسرول فتضطر حارة كاملة لكي تشتريه ليوصلهم إلى جامعاتهم ومدارسهم وأعمالهم حال تعيس يشرح حال الشعب اليمني الذي اكتض بأكمله وسط حافلة صغيرة حالة وجعه إذن حقيقة شعب مظلوم شعب قطع راتب وشعب رفعت الأسعار أمامه وأصبح غير قادر على توفير متطلبات الخياء على توفير أساسيات العيش من مأكل ومشرب إلا بشق الأنفس إلا بصعوبة نتيجة لهذا التعنت القوثي الذي أدخل البلد في نفق مظلم والذي يريد أن يجعل من البلد يعيش في هذا النفق ولا يريد حتى عندما تأتي إشارة للنور من بعيد يحجب النور عن المواطن ويجعله يعيش في هذا النفق يريد أن يجعل من المواطن اليمني يعيش تحت الكهنوت وتحت حكمه وأيضا في ظل السلب والنهب الذي تمارسه الجماعة القوثية في كل مكان وحتى لاحقت المواطن إلى أقواته وإلى وسائل بيعه البسيطة يعني يلجأ المواطن يتحول من كان شيء في الماضي وأصبح لا شيء اليوم وبالتالي يلجأ المواطن إلى بيع أشياء بسيطة وإلى امتهان الحرف البسيطة لكن الجماعة القوثية تلاحقه في أماكن عمله وتنزل لأخذ الجبايات والإرادات والأموال من جيبه وكأنها تريد أن تقتله قيا تقتله بالتدريج تقتله بشكل يومي هكذا هي الجماعة القوثية وهذه هي أفعالها أيضا المشاهدين الكرام هنا تغريدة أخرى لرشاد الصوفي قطع رواتبهم واحتجزت قاطرات النفط ومنع دخولها واحتكر البترول اللي قد كان موجود ويبيع لهم سوق سوداء دباب 40 ألف ريال وقام يجيب لهم ثنتا حافلة باصات ينقلين الناس في الشوارع صدقة ويا حوثي سلم الراتب وخلي البترول يدخل وبيع لهم رسمي ومشهم بحاجة الباص حقك هنا الصحفي مشاهدين الكرام بسيم الجناني وضع حسبة يعني كان في السابق قد نشر معلومات تفيد بأنه قد وصلت باخرة في 2 مارس محملة بالمشتقات النفطية فتساءل وتساءل الجميع أين ذهبت هذه الباخرة في ظل أيضا وجود أزمة خانقة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية الآن حسبة وضعها للباخرة التي تحمل أكثر من 9488 طن من الغاز المنزلي تساءل أين ذهب هذا الغاز وهذه الكمية الكبيرة في ظل أن المرأة اليمنية تخرج في ساعات متأخرة من الليل إلى أمام المحلات وإلى أمام منزل عاقل الحارة للبحث عن قطرات من الغاز لعمل الوجبات لأطفالها سنرى تغريدة باسيم الجناني وكيف وضع الحسبة والتساؤل تعالوا نخصبها حسبة بسيطة الغاز الواصل لبيناء الحديدة قبل سبوة 9488 طن الطن الغاز يساوي ألف لتر بمعنى أن الكمية بالطن 9488 في ألف لتر يساوي تسعة ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانين لترا من الغاز تقسم على عشرين دبة من الغاز كم طلع النتيج يساوي أربعمائة وأربعة وسبعين ألف وأربعمائة معانى أكثر من أربعمائة وأربعة وسبعين ألف دبة غاز بالله عليكم هذه الكمية مات فك جزء كبير من الأزمة أفتونة والتساؤل هو أين ذهبت هذه الباخرة وهذه الكمية من الغاز المنزلي أيضا وهذا التساؤل أيضا كان العديد من الناشطين قد وضعوه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يلقوا له أي إجابة أيضا من ضمن المواضيع التي كانت لقى سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ظهور ما يسمى برئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط وتحدث في معنى كلامه بأن الزكاة سوف تنهي الفقر والبطالة وهذا الموضوع كان قد لقى سخرية كبيرة على مواقع التواصل يعني الشعب اليمني أن عرف هذه الجماعة وهذه الميليشيات وهو يدفع من دمه يدفع من جيبه بالإكراة ولا يلقى شيئا سوف افتتاح المقابر بشكل يومي إذن كتب محمد الهجامي حول هذا الموضوع قال المشاط قال إن الزكاة بتكون طريقة لإنهاء البطالة والله هذه سخرية بعقول الناس مناطق سيطرة الميليشيات أكثر مناطق فيها بطالة منتشرة حتى الشباب الذي كان معهم عمل توقفت أعمالهم وقفها الحوثي من أجل إرسالهم إلى الجبهات هذه تنمية الحوثي إرسال الشباب الجبهات وفتح المقابر هذه يعتبرونها إنجاز بهذه التغريدة ومشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا سأترككم مع فيديو قصير منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ثم أعود لتوديعكم تكرروا ما نبقوا معنا مقلة العين العملاقة على شواطئ فلوريدا عادة ما يعثر الناس على صدف ملون أو مخلوقات زاحفة صغيرة ولكن في أكتوبر 2012 صادف رجل كان يتجول على طول شاطئ بومبانو مقلة عين عملاقة لمخلوق مجهول خلق ذلك الاكتشاف المثير الكثير من الضجة على الإنترنت وبدأ الناس يتسألون عن وحش البحر الذي بات يسبح الآن بعين واحدة إلا أنه تبين أنها مجرد مقلة عين للسمكة من نوعية سمك أبو سيف وأن الأمر لا علاقة له بوحش البحر أو شيء من هذا القبيل ولكن كيف وصلت للشاطئ بتلك الكيفية؟ هذا ما لم تجب عنه السلطات في الأخير تم اختيار تلك القصة كأغرب قصة جغرافية لعام 2012 نهر في قاع البحر والآن قد تتساءل كيف يتدفق نهر كامل تحت المحيط حسنا إليك النهر السري تحت الماء الذي يسمى سينوتي أنجليتا ويقع في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك يتكون النهر في الواقع من طبقة سميكة من كبريتيت الهايدروجين عند نقطة حيث المياه العذبة والمياه المالحة محاصرة في الكهف بسبب حفرة ناتجة عن انهيار الحجر الجيري تلك الحفرة تبدو طبيعية تماما من السطح ولكن إذا غطست لمسافة 30 متر فستبدأ في رؤية ما يشبه قاع غريب يظهر أدناه مع بعض جذوع الأشجار العارية والأغصان البارزة على ضفتي النهر هذا الجمال الساحر يتم تنظيم رحلات غوص مخصوصة لمشاهدته وحسن بالطبع هذا منطقي فما فرصة أن نعثر على نهر آخر بتلك الغرابة يا إلهي نهر في قاع البحر ما زلت لا أصدق حديقة منحوتات تحت الماء قد لا يكون المايو وأنبوب الغطس ضروريان في حال الذهابك لإحدى متاحف الأعمال الفنية ولكن هذا تماما ما تحتاج إليه إن كنت ذاهبا لزيارة حديقة المنحوتات تحت الماء الموجودة في جزر البهامة تحت سطح البحر الكريبي أكثر من 75 تمثال منحوت على يد الفنان جيسون داكارا تم تثبيتها تحت الماء في عام 2006 ومنذ ذلك الحين أصبحت المنطقة تعرف باسم حديقة المنحوتات تحت الماء واشتهرت كواحدة من أغرب المتاحف الفنية في العالم كما تم إدراجها كواحدة من عجائب العالم الخمسة والعشرين تشمل المجموعة مجموعة تماثيل بأشكال مختلفة كفتاة تقود دراجة ورجل يجلس على مكتب ومؤخرا تمت إضافة 14 تمثالا جديدا للمجموعة كتكريم لأكثر من 2 مليون عبد إفريقي تم إلقاؤهم في مياه المحيط الأطلسي في العصور الوسطى حبوب قديمة قبالة السواحل الإيطالية وفي حطام سفينة قديمة على ساحل تسكانة عثر الباحثون على حبوب دوائية محفوظة جيدا يعود تاريخها إلى 130 إلى 140 قبل الميلاد وبتحليل تلك الأقراص الرمادية القديمة البالغ قطرها 4 سنتيمتر وبسمك 1 سنتيمتر تبين أنها مزيج من شمع العسل والراتنغ والصنوبر والدهون الحيوانية والنباتية وألياف الكتان وحبوب الفحم وحبوب اللقاح الأمر الذي جعل الباحثين يرجحون فكرة أن السفينة الغارقة كانت تضم على متنها أطباء على معرفة جيدة بالإسعافات الأولية وتركيب الأدوية وهو ما يعني أن تلك الحبوب قد تكون دليل حي على تقدم الطب في الحضارة الرومانية القديمة تمثال جيسون فورهيز والآن إليك ذلك الاكتشاف الذي قد تهوى إن كنت من عشاق أفلام الرعب في شمال ولاية مينيسوتا قام شخص يدعى كورتيس لارس بإنشاء تمثال بالحجم الطبيعي لجايسون فورهيز أحد أشهر القتل في هوليوت مع قناع الهوكي الشهير والمنجل الخاصين به وألقاه في أسفل بحيرة الكريستال في انتظار إصابة الغواصين بنوبة قلبية حينما يتفاجأون بذلك التمثال يعترد طريقهم وضع لارس التمثال على عمق 120 قدما في البحيرة ثم قام بتصوير شريط فيديو للتمثال في عام 2012 وحمله على يوتيوب ومنذ ذلك الحين بدأت القشعريرة تصيب مستخدمي الانترنت في جميع أنحاء العالم فور مشاهدة الفيديو سكين عملاق وأخيرا ننتقل لآخر اكتشاف غريب في قائمتنا اليوم في عام 2014 انتشرت صورة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من ثلاثة غواصين تحت الماء يحملون سكين عملاق يعادل حجمهم جميعا لم يتوفر حتى اليوم شرحا كافيا حول تلك الصورة إلا أن الكثيرين اعتقدوا بأنها قد تكون دليلا على أن العمالقة كانوا موجودين بالفعل في عالمنا أما البعض الآخر فرجح بأنها كانت قد تكون دعامة معدنية عملاقة وصلت بشكل ما إلى قاع المحيط لا ندري أي النظريتين أدق إذن بهذا مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة سألقاكم بإذن الله تعالى وبفضله ومنه يوم غد في خير وعلى خير إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله ودمتم مدام الوطن سالما معافا إلى اللقاء اشتركوا في القناة